تي ما حس بشيء وانا خلاص ما عدت عايز شيء طب وخرجت ليه؟ خايف تكون هي السبب مش اكتر من كده الجازية؟ وهي في النهاية ليه؟ مش لدياب قلتلك لا يا دياب قلتلك لا ألف مرة أنا وبركاتي الهلالي تلقيها دلوقتي معاه بتسمع نجواه وانت فكراه ليكي بنت غانم هو وحلم ورد فضيها سيرة ده زل هو وحلم ورد ليه يوليك يا دياب جوازي من بركات وسط اللي بيحصل هنا حيتم وحتشوف يا ابن ورد أنا قلت أنا قلت بعد موت الغطريف لازم نمشي ما سمعتوش كلام يا سليم الموقف بقى صعب بعد قتل الغطريف وابنك طايش مش عايز يفكر ما فيهاش تفكير يا سليم اللي خرجنا في حمايته مات واي اتفاق بعد كده خلاص انتهى برضو ما نقدرش نمشي كده ابنك حينكشف ويبقى صح كل اللي قاله ابن رزق عليه اسمع هم مش رايحين لملك حلب عشان يطلبوا منه المدد مش حيديهم حاجة لانه زي جودة تمام تبع الغطريف وسيده الصلصيل تبقى انتهت حيهلاكم لا زاد ولا مية ولا مرعة للغنم ولا شيء الله وقالي زحلان يا موبودة يهلاكم معاهم المهم ناخد ابننا ونرحل بالليس معانا يا سليم اوه هتعملي كمان زي جودة يرحل 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 من غير رعاية يروح فين يروح للصلصيل انا مش هرحل الا على تونس حسن رجع من عند ملك حلب لا مرجعش بس ملك حلب مش هيديله اي حاجة امير سليم حضر بني زحلان هنرحل فورا لتونس انا هفتحها من غيرهم هم خلاص انتهوا المهم تعرف راسك من رجليك بعد موت الغطريف رجع السلطان حسن يا مولاي من قلعة حلب وانت يا عميل حندل اقمر يا حسن بلغ قبلتك دريد يتولي المراعي كل الابايل هترعوا للمدة عشرة ايام في جميع مراعي حلب حد ما نرحل واش معنى يعني قبيل الدريد عشان قبلت السلطان وليه ما يتوليش المراعي قبلت الفوايد انا كبير الفوايد وقبلت المهم حققنا المراد الملك بدريس وافق صحيح يعني عايز تكدبني يا امير مني عقال ده كلام اكابر وكتب ومش المراعي وبس مال ايه كمان الزاد الزاد اللي جحة مننا في الطريق حنسترم بدله بكرة من ملك حلب اللي يكفي الابايل لحد تونس حقيقي لو ده الاتفاق اللي تم يا حسن تكون عملت شيء كبير يا سلطان الهلايل وتبقى سلطان بجد وكبير بكلمة مني تم كل شيء يا اكابر العرب بكلمة من سلطان العرب حسن بقى سلطان علينا كلنا كده؟ وبسمعة القاضي بدير في المشارق والمغارب مدي ملك حلب يمينه للاخوة الكبار العرب كده؟ من غير ما يسأل على قتل الغطريف اللي للصلصيل حليف؟ الحقيقة كان كريم قوي 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 لدرجة انه مسألش هاليه لا سأل يا ملك زحلان عن قتل الغطريف سأل وكان الآن كده ممكن يرجع في وعده ليه حق ايه؟ لا صحيح لان اللي حصل للغطريف ممكن يحصله في رسالة معاك يا قاضي اكيد اراها وعرف موقفنا من الغطريف وسيده من غير رسالة او كلام انا قلت باختصار ده فعر ما يتحملش وزره يا كبار الابايل اتحمله ووحده وابو زيد الهلالي طرق قديم مناش شأن بيه ليه نتحاسب عليه ما كانش للكل طار وياه يا حسن الغطريف دراع السلصيل اللي بيدرب بيها الجميع وبيبضر بدور الخلاف والطمع بينكم ما كانش فيه للكل طار وياه يا حسن خلينا في المهم يا هلالي خلينا في اللحقناه خلاص حيختفي شبح المجاعة خلينا في الرحلة العظيمة لتونس حيو معا يا ملك حلب بدريس ايه ده؟ طبول الحرب؟ اكيد الهلالي طلب من الحرص ودق طبول الحرب بدري هاضي انا لا قلت دق طبول ولا نفير الحرب موسيقى 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 لا انا قلت دق طبول ولا نفير الحرب موسيقى اه يا نام الفخ يا نام عزاري لا تمشو فوقه اه يا نام الفخ يا نام حزاري لا تمشو فوقه ودي قطول الخيانة الدق يا خلق فوقه ايه اللي حصل؟ مش قلت فورجت يا أولاد وزاد حيوصل بكرة الصبح ده طب الحرب حقيقي يا حرب 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 يا ليل يا لالي يا ليل يا لالي السود جاي من هناك فين خيمة السلطان حسن انت مين رسول من ملك حلب ايه اللي انت بتقوله ده؟ رسالة كبيرة لأعجم السلطان لساها وصلة لمولاي ملك حلب بخبر قتل الغطريف يعني ملك حلب ما كانش يعرف ان يتقتل يا حسن واجدبته في كلامكم ما خلاص 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 مولاك اتفق يا رسول ملك حلب رسالة السلطان تهديد صريح لأي حد يا تعاون مع القتلة قتلة القتلة يقصد مين بالكلام ده؟ يقصدنا احنا يا امير دعلى كده بقى الهلالي هيحولنا كلنا قتلة يا كابر العرب مولاي طالب ترحله فورا قبل اول شعاع للشمس ما كذبش الملك جودة رد عليه هم يا ابن رزي رد عليه احلالي الرد المناسب مرة واحدة انا اللي ارد عليه هنا يا دياب لا انت ولا هو يا حسن قدامي يا رسول الملك انت كمان عايز تقتله يا دياب زي ما قتلته الغطريف لا يا حسن انا مش هقتله انا حوصله بنفسي لحد هناك قدامي دياب دياب ما تقولهش حاجة لحد ما نتفق يا دياب موسيقى موسيقى شفتم ده اللي انا قلتلكم عليه بينا قطع طرق قدام الجميع سفحين ورعاع قطع طرق يا جودة هم اللي بعطيناك هنا ومنهم ملك حلب بدريس سامع يا سلطان الهليل هو اللي قطع طريق دلوقتي يا هلالي من فيكو اللي ضياعنا دلوقتي يا هلالي هو اللي انت يا سلطان الهليل اسمعوني وافهموني كويس انا مريت على مملكة بدريس انا والشبان في رحلتنا وعرفت ايه هو ومين هو وليت انه زي وزي غيره من اللي بياخدوا اوامرهم من السلطيل زي الهراس في ابروس وشبيب في الشام والغطبان حاكم التركومان وغيرهم وغيرهم ودول مالهم بقى قاعدين في حمايته يا امير جايل وبينهابه وناسهم قاعدين زي الهم على قلب الخلايق لحسابه وحسابهم لا ده تحجم رخيص رخيص وحاقد على الاكابر وقدامك يا سلطان العرب زيهم زيك يا جودة وزي جايل جيت ورانا بامر من الغطريف وبترتيب من سيده السلصيل والغطريف قالها قبل كلابه وما تاكله ده اتهم بالخيانة يا سلطان الهلايق كده يبقى بيني وبينك السيف والخلا برا يا بو زيد مش وقت رفع السيف ولعب الخلا يا ملك زحلان الهلايقصاده هم كبير ولوف الخلايق زادهم خلص مواشي عايزة مراعي وصفر طويل بتكلميه عن المصيبة هو السبب فيها يا جازية كيف هيأكلوا بعدي اهدي اهدي يا بنت الهلايل خلينا في المصيبة اللي احنا فيها الحال كده بيقولوا ان احنا حنرحل بالجوع والغطش او نحارب ملك حلب واحنا جعلين عطشانين الحال عند الهلايقصاده تاني تاني تقوليها يا جازية الحال عنده فعلا يا جازية يرحل هو ابن غاني محالا والحال ايه في الجوع والغطش والموت في الخلا هيحال كل شيء يا قاضي لما يشوفونا بنطهد القتلة وانا ضامن ان ملك حلب ساعتها حينفز اتفاقه مع السلطان حسن زاد زاد ومرعة ومية ولو عايزين جيوش توصل معانا من حلب لتونس حينفز كمان وبكده يا جودة تبقى تحلت مشاكل الابايل كلها ويعود الوقام وده حالي انا بارفضه يا كبار الابايل لو فضلت وصيهم يا ابن رزق ما ليش اقني بيك ادي له فرصة يا اميرة خضرة خلاص يا جازية شيحة بعته الف مرسال لجنة نروح لها بوادي الشام وانا قلت لها الف مرة زي ما قلت الرزق الهلالي ما في خير هيجي منهم ابدا وبالخصة حيرتبوا الهلاكك مش هلاكنا بس يا امي ده هلاكهم وهلاك الناس معاهم ده اختيارهم من زمان وهلاكهم مش في الجوع والعطش هلاكهم في بزرة جواهم لا حيوصلوا لتونس ولا حيرجعوا النجد قدركوا هو الهلاك ادي رسولك يا ملك حلب رجع سليم من غير ما يمسوا اي سوق او شر المهم دلوقتي انت مش رسولك الغلبان انت مين انا اللي رميت الغطريف لكلابه الصعرانة كلوه وان لكلابك يرجعه قبل ما طير الراس الحقير من فوق التتك ابعدو ابعدو قلت ابعدو يا غنم كلو يوسع كلو يوسع للملك ودياب ابن غانم خارجين في نزهة في سهول حلب موسيقى 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 بس انت كنت من الاول يا مراعي وشايف الصورة اللي شفت يا أبوزيت شيء فظيع اللي شفت في كل الممالك اللي مرينا عليها ما كنت اتصوره عالم عثم وبرضه ملقنا مراعي ولا ناس ولا حتى ما كان اي من نوعه فيه الصبر مولانا الدرويش قال الصبر والصبر الحد فين وليه الصبر وياهم وإيه الهدف بالنهاية مهما كان الهدف اللي شفت في كل الارض اللي مرينا عليها شيء فظيع الارض عاملة زي الصمرة العطبانة وكل الملوك اللي مرينا عليهم كدبين ايوة يا مراعي عالم مريض وهدفي كان وهم بعيد مفيش فايدة ولا أمل ولا بداية جديدة للأبائل وكده استريحت خلاص يا هلال يا سلامة بو عزة دي حجة لك لما تهرب من الحد حد حيل يا جميل في حلقي مرار تلكون وانت بتهزق مني يا أبو عزة؟ من خاف سلب ومن يقس رايح دماغي ما قلت رايح دماغي يا أبو عزة انا بدور لنفسي على السلامة من الأول انا بدور على اليقين اليقين اللي قدر استمر بيء صد كله غلب الغلابة الهلايل مش يقين بياع مرع ويحيا ويونس مش جن تونس مش يقين الفساد والشر احسرهم حواليا جديد يا بو عزة والأمل لو في لحظة يكسر دائرة الشر والفساد يقين يا بو زيد يا هلالي بو عزة واللي عصر دلوقت اواجههم بالسيف زي ما قال ابن غانم يعني الطريق هو السيف وبس هلحق يا هلالي دياب قصر ملك حلب وجابه على هنا خطوا واحدة هخلص عليك ما يبدأ اعملوا ايه قلت رجعوا للقلعة يا اخبية روحوا لا يا ملك خلي رجالك يشهدوا عليك زي ما شاهدوا وانا بنزلك من فوق عرشك المنهار ايه اللي بيحصل ده الحقني يا سلطان حسن الحقني الحقني وكل اتفاق معاك حنفزه لا في اتفاق تاني دلوقت تحت حد السيف سلطان حسن مالك خلص ملك حلب من ايديه بسرعة تخايف علي يا ملك زحلان ولا خايف على روحك كده هندخل في حربه ومصيبة دي عاملة قلعا من قتل الغطري في ادياب وكل الابايل هيدفعوا ثمن هغالي تمام كده يتحقق حلمنا كلنا حلم الهلالي الابايل تتوحد ومالك ندفع الثمن وانا بقى موقع تسيبه يا جاب الصلصيل مش هيرحم حد مالعون الصلصيل مالعون الصلصيل وغيره بس خلوش يلسفه من فوق رابتي خلوش يلسفه وكل ما في حلب كل ما في الخزاين كل شيء في حلب هيتحول ليكم دي عام هو دي الحل اللي انت عايزه يسرق رعياء اكتر ما هو سرقهم ويدينه انت الهلال ابو زهد انت الهلال ابو زهد وهو بيسمعلك كلموا كلموا ابو زهد ما طلبنا منك غرزاد ومية للطريق ووعد ما تخون العرب لكن لعبت بينا وخنت من الاول شيل السيف من فوق رقابته يا دياب مش هو دي الحل هلالي دي اخر فرصة ليك عشان ترد بيها على الاشكال دي لو شلت سافي من فوق رقابة الخسيس هيجزه راسك وساعتها هيضيع كل شيء ياب كده هندخل في دائرة الدم مع الاعاجم الطار هيكون طرين وحزاري للجميع ما هو لو فلت من تحت سافي لو رجع هيطير رقابيكو كلكو لا لا يا دياب لا وأوعدك بشرفي شرفك من امتى الديول كليهم شرف اسمعني اهلالي اسمعوني معا كلكو لو في نصيب نوصل لتونس لازم الاشكال دي كلها تندبح في الطريق وانا بقبوك ودي اخر مرة يا دياب وانا بحزرك والاخر مرة حسن لو دفعت عنه هيبقى قتلك حلال اللي بتقوله ده مستحيل يا دياب افهمني يا دياب افهموني كلكم احنا ما خرجنا نتبح في الابايل وتتبحنا هلالي الست خضرة جاهزة للرحيل والله ما قدرش اسيبهم يا بلومصان ومش هتمشي دياب سيبوا يا دياب وارجع سيفك مكانه مين الامير الهلال ابن رزق عايزوا ليه امير سعيد مصر الامير ماضي واصل ومعاه كل القوافل والانعام وبيسأل عليه الامير ماضي كان صديق والدك يا هلالي وكان صاحب ابوك يا دياب جايب معاه الزاد والقوت اه ده اللي تأمرته عليه زي ما تأمرته على رزق وابنه دياب اطلق صراحه يا دياب المدد والعون وصلوا وهنرحل من حلب رلطة وهتدفع تمنها غالي اوي اوي يا هلالي انت وكل اللي معاك موسيقى 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 اشتركوا في القناة